أدانت غرفة الجناية الابتدائي بمحكمة الاستيناف بمدينة فاس والمكلفة بجرائم الأموال خلال الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء البرلماني والمنسق لإقليم السابق لحزب الحمامة ورئيس جماعة أولاد طيب سابقا رشيد الفايق بالسجن ستة سنة وسنة في ذا وأداء غارامة مالية قدرها مليون درهم على خلفية تهم مرتبطة بملفات فاساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته للجماعة وقد سهيئت الحكم بنفس المحكمة بمتابعة شقيقي الجود الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بثلاث سنوات سجن نافذا مع أداء غارامة مالية قدرها خمسين ألف فيما تضمن الحكم إدانة الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وحكمت المحكمة المذكرة في ذاة الملف على موظف بجامعة أولاد طيب بسنة واحدة حبسا مع أداء غارامة مالية قدرها ألف وخمسمية درهم وإدانة العضو الذي كان موظفا له التوقيت بنفس الجماعة بتسعة أشهر حبسا نافذا وغارامة مالية قدرها ألف درهم وتقرر كذلك إدانة كل من نائب الجماعة السلالية الجماعة أولاد طيب وعوم السلطة بتسعة أشهر حبسا نافذا وأحد المهندسين بالحبس النافذة ستأشهر مع غارامة عشر لاف درهم فيما كان نصيب باقي المتهم من الأحكام الموزع وقوبات متفاوتة وكانت نياب العامة قد وجهت في وقت سابق للمتابعين في هذا الملف تهم ثقيلة تتعلق بجانب الارتشار والتصوير في محرارات السسمية والمشاركة في ذلك مع اختلاص وتبديد أموال عامة وإقصال متنافسة باستعمال أساليب احتيالية ومشبهة واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق منك من الأراضي التابعة للجماعة السودانية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن غير مرخصة موسيقى